بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حابب في الفيديو ده اعمل عملية تجميع لكل التولز او الامدادات للمتصفح للبروزر بتاع كروم اللي ممكن تساعدني في عملية البحث عن كلمات مربحة في عملية الريسيرش بتاعي بشكل عام تقريبا التولز كلها انا اتكلمت عنها في فيديوهات سابقة لكن في اضافات بسيطة خليني اتكلم عنها معاكم فتعالوا نشوف ايه هي الامدادات والتولز اللي احنا هنتكلم عنها نجمعها كلها في مكان واحد وفي اي وقت احبب ارجع للتولز او الاكستنشنز الاقيها كلها في فيديو واحد اول حاجة هتلاقوا هنا المصادر الرسمية لماش باي امازون واللينك بتاع الكلام ده فلو ضغطنا هلاقينا بساعة طول بنروح على ماش دوت امازون دوت كوم هنا في الرويالتي كالكوليشن هنا الكونتين بوليسي اتكلمنا عن المصادر الرسمية وشوفنا اللينك بتاع الكلام ده بعد كده عندي اهو كروم اكستنشنز انا حطت لكم بالترتيب الاشياء اللي انا شخصيا على طول باستخدمها ولا يمكن استغنى عنها اول حاجة اسمها دي از امازون كويك فيو التانية كيبا التالتة يونيكون سماشر ورابع تول اسمها ميرش تول فور ايديتنج ليستنز انا شخصيا ما باستخدمهاش اوي لكن اي موجودة وقلت برضه اقول لكم عليها اه بعد كده ده مش ماش امداد للمتصفح لكن ده الووبصايت زيته اللي هو اسمه ميرش ريسرش ولو انا حابب اشوف التفاصيل بتاعة اي منتج من منتجات ميرش باي امازون انا لو جيت هنا كتبت مثلا هابينيس وضغطت على تي شيرت هيخدني على طول للتي شيرتات هيعملي اناليس الموضوع بصوا هنا بقى الفكرة في ايه هنا فوق الامدادات انا حطتهم بالترتيب جنب بعداد الاول اه هو اللي اسمه دي اس امازون كويك فيو التاني كيبا التالت اللي هو يونيكون سماشر خلوني اشوف الكلام ده بشكل عملي يعني ايه الكلام ده الحاجات دي هتفيدني ازاي بسرعة اذكركم الناس اللي عارفة انا هنا لما باجي اقف على اي منتج زي ما شايفين بيطلع فوق على اليمين التفاصيل كاملة ويعني بطريقة سالسة جدا تاني حاجة باشوف التفاصيل هنا على طول مش لازم ان انا احتاج ادخل على التي شيرت مثلا وانزل بتاعت شوية واشوف الرانك بتاعه حاجة التالتة اللي هو اليونيكون سماشر لو انا ضغطت على يونيكون يجب لي هنا جميع التفاصيل يونيكون سماشر مستوا انه هو طبعا مجانا الحاجة التانية انه هو نفس الفكرة بتاعت ميرش انفورمر بيعملها لي واما بالنسبة للي بيشتغلوا في الف بي ايه لو فلفلمنت باي امازون عندهم حاجة اسمها جانجل سكاوت نفس الفكرة لكن الفرق ان ده مجانا وكتير معرفش ليه من الناس ما يعرفوش الموضوع ده بعد كده عندي ايه كمان لو جيت على البوست بتاعي هلاقي ان في خلاص ميرش ريسرش اما الاداة دي فانا اتكلمت عنها في فيديو سابق ودي لمعرفة العلامات التجارية اللي هي بسموها trade mark check process لو انا حابب اعرف ان الحاجة دي علامة تجارية ممكن استخدم الكلمة دي ماينفعش هل ينفع استخدم كلمة زي كلمة نايكي اكيد لا ماينفعش فدي التول اللي مسؤولة عن الكلام ده وهي دي التول اللي اسمها تانجن تي اي اس اس بعد كده جمعت لكم مجموعة نقاط مهمة زي مثلا ايه هي الاسئلة الشائعة اللي بتسأل في موضوع ميرش باي امازون ده من الوب سايت الرئيسي هنا عندي لو انا حابب التمبلتز بتاعة الفوتوشوب وادوبي هلاقي اللينك ده وده برضو من المصادر الرسمية من ميرش باي امازون لو محتاج المعلومات القانونية افهم ايه اللي ليه ويه اللي عليه وموضوع شراء وبيع ميرش باي امازون اكاونت فهي دي مجموعة الوب سايت او مجموعة التولز او الاكستنشنز او الريسورسز اللي انا حبيت اتكلم عنها في الفيديو ده حبيت اذكركم بسرعة ونجمع كل التولز كل الادوات وكل الامدادات في فيديو واحد اي وقت تحس ان انت نسيت حاجة من الامدادات دي او التولز ارجع للفيديو ده اخر حاجة حابب اتكلم عنها برغم انها ما كنتهاش في البوست هي الكي ورد افريوير انا لا يمكن استغنى عن الاكستنشن ده ده اللي بيبين لي الكي ورد اللي انا عايزها بالستاتيستيكس بالاحصائيات بالتفاصيل بيبين لي الكلمة دي كام زائر كل شهر بيبحث عنها وبالتفاصيل كلها فيما اتعلق بالموضوع والكلمات المشابهة فدي كانت جولة في التولز والاكستنشنز اشكركم شكرا لكم ولا تنسوا ان ناسب الناس ومن يوعن يوعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة